اشتركوا في القناة كمان كان الوضع التربوي أصعب وهلأ قدمين على سنة صعبة يعني نحن مرتحنا طيب دكتور نبيل إذا بدي بلش شوي من سنة 2019-2020 يعني بلشت القصة مع ثورة رجع طلع لنا كورونا ختمناها بانفجار أربع أب قدي لولاد نفسيا هن مهيئين ومستعدين يرجعوا للمدرسة يرجعوا لنظام تعليمي تربوي صعب أنا بس بدي ما عليش يسمحي لي أشكرك لأنه هذا موضوع كتير مهم أشكر محطة النيو تيفي الجديد أهلا وسهلا فيكم الجديد كتير كتير مهم وفعلا أنا وعم رائب وعم تابع كل الأوضاع إن كان بوزارة التربية إن كان بالمركز التربوي وبحصفة الأنماء إن كان بالقطاع الخاص يعني نحن أنا كمان نعم بشكل بالقطاع الخاص عم نلاقي إنه في كتير ارتباك وفي كتير نوع من التلبك اللي طبعا كل واحد بيطلع بفكرة بيطلع بنظرية وأنا هون بحب أقول قبل ما بلش بكل الحديث إنه ما في ولا نظرية بتكون كاملة طبعا وإذا بنا نحكي حتى بالعلوم البحثي بالعلوم البحثي يعني ما بين نيوتون أو أنشتاين تغير تيمة فهم النسبية حتى بقى نحن إذا بنا نعطي حلول بتكون حلول نسبية ودائما من نلاقي إنه هذا الحل أفضل من غيره أو أقل سوءا من غيره وهذا شيء بينطبئ مثلا على النظم النظم الحكم بالعالم وقت اللي بيعطوا ديفينيسيون تحديد للنظام الديمقراطي بقولوا النظام الديمقراطي هو الأقل سوءا من غيره يعني نحن هلأ اللي بنا نحكي فيه أنا تبين لي كشخص بيشتغل بيه المجال التربوي صار لي خمسة وخمسين سنين بلاقي إنه الحل اللي أنا رتقيته لحيكون هو الحل الأفضل حضرتك كتبت عليك الحل على فيسبوك هو هيدا الحل اللي حضرتك يعني بتقترح أنه يكون موجود لهذه السنة نعم هلأ بس بدي يقول حتى المشاهدين وحتى اللي عم يشتغلوا بالقطاع التربوي بدي يذكرهم أنه نحن قبل صورة تشرين ما كنا بقى الف خير يعني كان صرّة مناهج التعليم في لبنان أكتر من عشرين سنة من دون تعديل صح ومن دون تطوير وصرنا أكتر من عشرين سنة كمان ما دعمنا لكلية التربية وأقفلنا حتى دور المعلمين والمعلمات واقتصر عملها على التدريب وهيدي شغلة كتير كتير خطيرة اليوم بكل دول العالم إذا ما هتمينا بالتربية يعني ما عم نهتم بالوطن إذا ما عندي معلم كفق أو كفي أنا معناتها ما بقدر ابني مواطن صالح لهالسبب هالتراكمات اللي صارت من بعد انتهاء يعني من خلال الحرب وبعد الحرب وبعد المناهج التعليمية الجديدة هالتراكمات اللي صارت وصلتنا لهون يعني هالشي اللي صار إن كان بالانفجار المرفأ إن كان بالثورة إن كان بالتلبك اللي حاصل إن كان بتضارب الصلاحيات ما بين الوزارة وما بين المركز التربية والي بحصر الماء كل هالفوضى اللي نحن عايشين فيها هي نتيجة إنه ما قدرنا بنائنا معلم مواطن صالح يتحلى بالعلم والمعرفة ومحصن بالأخلاق والقيم هاي دي أساس مشكلتنا والدول اللي تقدمت يعني إذا أخذنا اليابان إذا أخذنا ألمانيا إذا أخذنا فنلندا إذا أخذنا سينجافورا كل هالدول هاي دي أدريت بنت نفسها من وردها يعني لو عندهم باليابان مثلا العلم زائد الأخلاق يساوي مواطن العلم لوحده ما بيسوا أخلاق بدون علم وعلى كل حال هني بفتكر أوقاتهم كتير قليلة حوالي الأربعة أو خمس ساعات باليوم باليابان كعلم يعني كدراسة مش مثلنا عم ناخدهم سبع أثمان ساعات ويرجعوا بدرسوا أدهم بالبيت على كل حال دكتور نبيل حتى ما نضيع البوصلة يعني نحنا اليوم في كتير من اللعاء من اللي جاية للحرب بيقولوا أنه ما بدأ هالقد أنتوا ليش عم بتنقوا ما نحنا عملنا سنتين بسنة هاليوم بتزبط هالنظرية سنتين بسنة يعني سنت الماضي الولاد تعلموا 30% أو 20% خليني أقول والسنة مثل ما نبين مش رح تكون أكتر من 20% طب أنا بدي أسألك سؤال أنا صارت معي ابني تعرض لحادث ابني تعرض لحادث ودل يتعالج على مدى أربع خمس شهر بيقيلوا من سنة دراسية شهر أو شهرين بيجي بروح على المدرسة بيقال لهم رفعوا لا طبعا لا طب نحنا كل الوطن كل العالم ترفعت سنة عاش بحرب يعني الكورونا هي حرب مدمرة طيب ما بين مناهج كانت صارت متخلفة مع احترامي لكل الجهود اللي أملها المركز التربوي اللي أملتها الوزارة لتحسين ولتطوير المناهج ولكن بعدنا ما وصلنا ما وصلنا للمحل اللي بننا إياه لهذا السبب نحن بحالة حرب يعني الولاد ما تعلموا مثل ما لازم لا التلامذة ولا الطلاب ولا الأسادزة كانوا معدين وكننا أغلب الأوقات نجيب أسادزة متعاقدين بدل ما نجيب أسادزة معدين إعداد جيد في كلية التربية أو في دور المعلمين والمعلمات هذا السبب اللي أنا خليني أقول أنه لا يجوز أبدا لا يجوز أبدا أني رفع الطلاب صحيح على ترفيع تلقائي بكون أنا عم برتكب جريمي بحقه عم بتقول كنت على البوست اللي حضرتك حطيته على فيسبوك أنه الحل الأمثل هو أنه نعيد هذه السنة لكل التلميذ يعني بيروحوا على المدرسة بس بدل ما نعمل المنهج الجديد نعيد المنهج اللي راح عليهم 2019-2020 ومعلى شي هيك بيكتسبوا خبرة بيحفظوا اللي ما قدروا يحفظوا بلحقوا حالهم باللي ما قدروا يفهموا طبعا لأنه أنا قلت بعنوان كبير خسارة سنة دراسية أفضل بكثير من خسارة المستقبل هل أد يعني ممكن يطلع تلميذ أو أولاد غير متعلمين عم نحكي ستنا لحيكون فيه تسرب الرسوب بدرجات عالية جدا هلأ نحنا عنا نسب التسرب بتصل بعض الأحيان في بعض الصفوف إلى أربعين بالمية يعني مع الترفيع التلقائي نحنا بدو يصير عنا نسب التسرب ما بين ستين وسبعين بالمية إذا مش أكتر شو بكون أنا عملت بكون خرجت للمجتمع اللبناني طلاب عندهم علم ناقص أو جهلة وبأكتر الأحيان إذا ما بدون يصيروا يروحوا لمهن أو يشتغلوا حيالة شغل يمكن يكونوا سرائين أو يمكن يكونوا مجرمين أو يرتكبوا المحرمات هل حضرتك طرحت هذه الفكرة على أشخاص مقربين من وزير التربية أو على أحد المؤدريين بالوزارة يعني لا ينطرح البحث فيها خبري شغل صغيري نحن وأنا بعد ما شفت الطرحات اللي موجودة أنه طيب السنة الماضية جربنا التعليم عن بعض ما كان ناجح مية بالمية أنا بسميه التعلم التعليم التعلم عن بعض عبر الأونلاين ما كان ناجح وجربنا التلفزيون تربو وجربنا التعليم المباشر ببعض المحلات طلعت الاستقصاءات بيّنت أنه ما بين مرات 3% مرات 3% لماكسيمم ماكسيمم 20 أو 25% يلي عم يستفيدوا طيب شو من أعمل والأسباب والأسباب أنت بتعرفيها ستنا قصة الكهرباء قصة الفقر الوضع الاقتصادي الوضع النفسي الوضع النفسي للطالب يعني هو بالمدرسة بالتعليم المباشر وأنا دايما دايما بقول ما حدا يفكر ولا تربو يفكر وأدما تطورة العلوم والتقنيات الحديثة ما حدا يفكر يستغني عن المعلم وعن الكتاب أكيد لا ولا عن المعلم ولا عن الكتاب ولا عن المدرسة حتى لأنه وجود التعليم المباشر بالمدرسة هذا مهم جدا يعني دكتور نابير كوستانتين شكرا كتير لوجودك وحضورك معنا إن شاء الله هالفكرة بتوصل لكل المعنيين ولكل الناس اللي عندها القرار أنه بالآخر أصحاب القرار هن اللي بيقدروا أنهم يلفتوا نظر المؤسسات التعليمية لهالنقطة شكرا لوجودك معنا وإن شاء الله يا رب اللي ناطرهم لهالتلميز والطلاب يكون أفضل من اللي مرأة عليهم بسنين بس يعني شكر لألكون بس بدي ألفط النظر أنه أنا اللي حكيته كعنوين هذا قابل للحواء طبعا وفي وقت اللي بقول الترفيع الترفيع التلقائي خطأ أنا بالنسبة لألي عندي عندي الأسباب وعند المعطيات ووقت اللي بقول إعادة السنة الدراسية يمكن ما تكون لكل المدارس لأنه إذا كان فيه معايير ستاندارد مضبوطة وفيه مرائبة مشددة يمكن كتير مدارس تقدر تعمل عملية الترفيع بس بدي تخضع لمرائبة مشددة قابل للحوار وأنا مستعد إن كان مع معايير الوزير إن كان مع المركز التربوي وأنا بتشكرهم جدا جدا على جهود اللي عم يعملوها وبتمنى عليهم في منظومة تربوية جديدة وحديثة جدا هي منظومة الباكالوريا العربية الدولية يلي تبني يلي على أساسها نبني مواطن على أربع قواعد القاعد الأولى العلم والمعرفة القاعد الثاني التطبيق القاعد الثالث المبادرة والقاعد الأساسية أن يكون كل ذلك على قاعدة الأخلاق والقيم الإنسانية يارب تكون وصلة الرسالة اللي حبينا نوصلها ترجمة نانسي قنقر